عزم يعني ولاية فانسلفانيا هي الولاية التي نستطيع القول بأن النتائج متقاربة جدا جدا فيها يعني هي تدخل بهامش الخطأ حتى اللحظة هذه هي لا تعطي أفضلية لمرشح دون الآخر برغم بأن هناك حوالي مئة استطلاع للرأي منذ بدء الحملات الانتخابية أجريت ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي أفضلية لأي من الناخبين أو من المرشحين وهذا ما يعطيها هذا الأعملية الجدير بالذكر بأن كامالا هارس زارت بنسلفانيا بمختلف مقاطعاتها الـ 67 13 مرة تقريبا وترامب زارها 11 مرة واليوم ويوم غد سيكون هناك حملات انتخابية لزوج كامالا هارس في محاولة لحشد أكبر عدد من الناخبين وفي السؤال عن أهمية الولايات المتأرجحة مثلا حيث نقف نحن هنا في مدينة فلادلفيا وهي من كبرى المدن نجد بأنها مدينة تعطي أصواتها للديمقراطيين ولكن إذا ذهبنا إلى مدينة بيتسبيرغ هي أصبحت مدينة متأرجحة بشكل كبير لأن هناك نسبة كبيرة من ألبيد ولكن أيضا هناك نسبة لبأس بها من السود وحتى أيضا من الجالية العربية والمسلمة والصومالية وهذا ما يرجح الكفة وهذا ما يجعلها من المدن الكبرى أيضا إذا ذهبنا إلى أسبرغ عاصمة بنسلفانيا فهي نجدها تصوت أكثر لألبيد إذن كل مدينة بخصوصياتها وبجغرافياتها الديمقرافية هي تعطي طابعا خاصا ونعرف بأن بنسلفانيا هوامش الربح حازم تكون على أقل من نقطة مئوية كما تبعنا في الدورة الماضية مع بايدن وحتى قبلها مع ترامب أوباما هو الوحيد الذي استطاع خرق فارق تقريبا بأكثر من سبع نقاط في هذه الولاية ولكن الجميع هم يدخلون في هامش الخطأ لأن اهتمامات الناخب هي مختلفة طيب مرواني ضيق الوقت نتابع على الشاشة الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن في فلادلفيا حيث أنت أيضا المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب من ولاية ميشيغان والحديث الآن من قبل الرئيس بايدن وأيضا المرشح الجمهوري ترامب أمام جمهور من الناخبين الذين يتبعون لكلا الحزبين ماذا يقول الرئيس بايدن في هذا المؤتمر في دقيقة؟ نعم يعني كما تبعنا في الصواح عندما أعلن بأنه هو صوت وهو دعا للتصويت لكمالة هاريس لأنها المرشح الأفضل والجميع نعرف بأن بلسلفينيا هي مزقط رأسه لجو بايدن هو يعول كثيرا عليها ولكن كما ذكرنا هي لم تعطيها الأفضلية بشكل كبير هو من مدينة ساكرانتون هي أعطته يعني فارق بسيط على دونالد ترامب في الدورة الماضية لهذا السبب هو عليه أن يبذل مجهود أكثر في الملفات التي تهم الناخبين مروان زعتر مراسل غد كنت معنا من بلسلفينيا شكرا جزيلا لك